نجحت المساعي المؤيدة لتمديد ولاية فريق الخبراء الخاص باليمن وأخفقت المساعي الرافضة وفي هذا التصويت تجلت قراءة مختلفة للحرب في اليمن وتداعياتها داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان وانعكس مدى الانقسام حول المسألة بين دول المجلس الذي يسعى عادة إلى إيجاد توافق حول القرارات الكبرى إحدى وعشرون دولة صوتت لصالح قرار التمديد ورفضت ثمانية دول هي اليمن ودول التحالف بينما امتنعت ثمانية عشرة دولة عن التصويت ترى الدول المؤيدة للقرار أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة تجلى ذلك في تعليق وزير حقوق الإنسان محمد عسكر عقب التصويت حيث رفض القرار جملة وتفصيلا قائلا إنه يستجيب لرغبة الدول في تسييس الوضع في بلاده موقف علنته الحكومة في بيان الرسمي الأربعاء الماضي متهمتنا المجموعة بالإنحياز للحوثيين وفرض آليات تنتقص من سيادتها بشكل يسهم في تعقيد الوضع في البلاد على الجانب الآخر يقول مؤيد القرار إن تجديدا همة الفريق يعد انتصارا لتقريرها الأخير الذي ألقى على التحالف بالمسؤولية عن معظم الضحايا المدنيين وكشف عن جانب مفزع من الانتهاكات التي ترتكبها قوته في المناطق المحررة كما اعتبره خطوة مهمة على طريق محاكمة القادة والمتسببين في تلك الجرائم وتقديمهم كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية على رأسهم ولياء العهد في السعودية والإمارات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يرى آخرون أن صفحات السوداء لدول التحالف التي تقود الحرب في اليمن على صعيد حقوق الإنسان دفعت المجلس للنظر بعين واحدة في القضية اليمنية لكن هذا لا يعفل المجلس من النظر بعينين فهناك بلد حولته ميليشيا مسلحة إلى حمامات دم وتسببت في تدميره وهو ما تنوله تقرير الخبراء الدوليين الأخير بخفة وبدى كأن اليمن ضحية لطرف واحد هو التحالف وليس لميليشيا الحوثي ذنب فيما اقترفت الآن وقد صوت المجلس لتمديد فريق الخبراء في ظل رفض الحكومة وتعهدها بعدم التعامل معه كيف سيعمل الفريق وهل ستتغير رؤيته في المرحلة القادمة أسئلة ربما تكشفها تقارير الفريق المقبلة في ولايته الجديدة